لا يمر يوم إلا وكان لأمهات المعتقلين خروج جديد اعتصامات ومطالبات لا تتوقف أمام التجاهل وعدم السماح لهن برؤية أبنائهن فعلى الرغم من أن الوقفات عادة ما يتم تنفيذها أمام المرافق الحكومية والدوائر الأمنية إلا أن هذه الوقفات لا تقابل بالاستجابة أو حتى مجرد الرد رابطة أمهات المختطفين وفي جديد تحركها أدانت إنكار منظمات محلية وجود سجون سرية جاء ذلك بعد أن نفت منظمة حقوقية بعدا في مؤتمر صحفي وجود السجون السرية وعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في الجهة الأخرى أقامت أسرة المخفي قسرا عوض اليافعي وعدد من المناصرين اعتصاما مفتوحا في منطقة المنصورة رفعوا فيه لافتات تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون التي تديرها قوات الحزام الأمني في المدعومة من دولة الإمارات كما طالب المعتصمون بتسليم قتلة عالي عوض إلى العدالة تسويف وتأجيل لملف المعتقلين في الجنوب وابتزاز نفسي وسياسي يعيشه أبناء المختطفين والمخفيين قسرا وبين هذا وذاك تستمر الأمهات في انتظار الكشف عن مصير ذويهم المخفيين